اهلا بكم في قناة من جديد تحياتي لكم جميعا الحلقة دي مخصوص للفنانة الشائية جولي بكر طبعا هتقولولي مين جولي بكر هقولكم ودات في جعفر العمدة كان دور روعة كان اداء متميز جدا كانت شائية وعندها حضور وزكية جدا طبعا لما عملت سيرش عرفت ان هي موليد 14 عشرة يعني برج الميزان موليد 14 عشرة انسى الميزان زي ما بقول في كل فيديوهاتي الفرفوشة طموحة لدماء خفيف من بناية الاعداء دايما بيكون عندها حضور فعلا وعندها زكاء وعندها كده يعني بين القلب وبين العقل دايما حيرة انسى الميزان فعلا فعلا يا وداد واسمحيلي اقولك يا وداد لان انا عجبني دور وداد جدا قدتي الدور بالشكل بارع جدا بصرف النظر عن الناس ما كانتش احبت شخصية لكن انت ادتيها جمال بالرغم ان الشخصية كانت شخصية ما تتحبش اصلا الشخصية شخصية مش حلوة لكن انت حببتي الناس فيكي حببتي الناس في دوري دوري تخيالي بقى ان بالرغم ان الشخصية مش حلوة والشخصية خينة والشخصية قليلت الاصل لكن الناس حبوك جدا واكتر حد اخد ترند السنة دي واكتر حد الناس السوشيال ميديا كلها تكلمت عنه انت لان كان دور رائح جدا اضفتي للدور حاجات كتير دمك خفيف انت الميزان دمها خفيف عندها حضور عندها زكاء بتعرف ازاي تنكش الناس بتعرف ازاي تخلي الاعداء دمها خفيف ده بلاس ان انت موليد اسكندرية كمان ودي حاجة فراحتني جدا جدا يعني كمان اسكندرانية اولا انت لقيت برج الميزان وبرج هوائي زي برج الدلو وفي نفس الوقت اسكندرانية زي بالزبط ده اجمل حاجة في الموضوع ان الناس طلعت من المسلسل هي كره الشخصية لكن حباك جدا 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 برافو عليكي انسة الميزان برافو شابو ليكي وان شاء الله من النجاح لنجاح وتحياتي ليكي والانسة الميزان الفرفوشة الكوميدية اللي دمها خفيف الوقعية الخيالية انسة مفيش اجمل من كده